يقول الله سبحانه وتعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة جميعاً خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذه سماها أهل التفسير هذه سماها أهل التفسير أم الأخلاق وأصول الأخلاق جميع الأخلاق والقرآن كله أخلاق وكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن القرآن كله أخلاق لكن هذه الآية هي أصول الأخلاق جميع الأخلاق بفروعها ترجع إلى هذه الآية خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ما أجمل هذه الكلمات ثلاث كلمات لكن معانيها بعيدة جداً تحتاج منها إلى تأمل هذه الآية تجعلك كيف تتعامل مع القريب والبعيد تتعامل مع أخيك المسلم مع بيتك مع أسرتك مع جيرانك كيف تتعامل في البيع الشراء كيف تتعامل في كل وجوه المعاملات